موسيقى اليوم نحن في مصنع جيجا بايت مدينة نان بينغ في تايوان وسنرى كيف تصنع اللوحة الأم من الألف إلى اليان اللوحة الأم تتكون من العديد من المكونات جميعها يتم تركيبها على لوحة الدوائر المطبوعة PCB لتصبح اللوحة الرئيسية التي نعرفها جميعا في الحواسي تصل الPCB من مصنع آخر وأول خطوة في تصنيع اللوحة الأم هي لحام جميع المكونات السطحية أو SMD SMD هو مصطلح يعني Surface Mounted Devices وهي أي قطعة على اللوحة ليس لها إبر على الجهة الأخرى مثل مختلف الشرائح، صوت ساتا، بايوس وشريحة اللوحة نفسها، المقاومات وغيرها كل جزء من الPCB سيتصل بمكونا آخر يتم تغطيته بمعجون لحام خاص معجون اللحام يلعب دور الغراء لكل الرقاقات قبل ذهاب اللوحة إلى الفرن لللحام النهائي ولذا فإن جميع المكونات الصغيرة تبقى في مكانها قبل لحمها كما ترون فإن معجون اللحام يتم وضعه على الPCB فقط في الأماكن التي ستستقبل المكونات جميع اللوحات الأم اليوم عليها العشرات من السمديز الرفيعة والصغيرة جداً التي يتم وضعها مباشرة على اللوحة وضع الرقاقات عالية السرعة يستطيع وضع من خمسة إلى عشر قطع كل ثانية وهذا سريع جداً معظم المكونات هذه التي يتم وضعها من خلال الآلات يصل عرضها إلى واحد مليمتر فقط ويجب وضعها بدقة تامة على الPCB اللوحات الأم اليوم عليها مكونات على كل الجانبين الجانب الأول الذي يدخل في عملية التصنيع ووضع المكونات هو الجانب الخلفي بعد الانتهاء منه تقوم الآلة بتغيير جانب اللوحة لتوضع المكونات على الجانب الآخر ثم تنتهي عملية تثبيت المكونات بعد الانتهاء من وضع المكونات الصغيرة يتم التوجه إلى الشريحة ومقبس المعالج وجميع الرقاقات الأخرى التي تمكن اللوحة من العمل قبل وضع الرقاقات على اللوحة يتم التحقق من كل رقاقة من خلال أنواع مختلفة من الضوء للتأكد من أنه لا توجد أي مشاكل مع نقاط اللحام أو وضع الرقاقات يمكن رؤية الرقاقات مثل رقاقة الصوت ومتحكمات الساتا واليو اس بي والشريحة الرئيسة توضع على اللوحة والأمر نفسه ينطبق على مقبس المعالج على سبيل المثال جميع الرقاقات الأصغر من حجم الإصبع توضع من خلال هذه الآلة بعد وضع المكونات الصطحية على اللوحة أصبحت اللوحة جاهزة لدخول الفرن للبدء بعمليات اللحام معجون اللحام ينصهر بفعل درجة الحرارة العالية داخل الفرن مما ينتج عنه التصاق المكونات باللوحة درجة الحرارة تصل إلى 245 درجة مئوية خلال مرور اللوحة بالمستويات المختلفة في هذه المرحلة تصنع الوصلات الكهربائية والمكانيكية المكونات الأصغر من 2 مليمتر لا يمكن فحصها بصريا ولكن هذا هو سبب وجود آلة الفحص البصري الأوتوماتيكية آلة الفحص البصري الآلية تفحص إذا كانت هناك أي مكونات ناقصة أو في غير موضعها كما أنها تفحص جميع المكونات التي لها نقطة لحام مرئية مثل رقاقة الصوت وأخيرا مرحلة فحص الشرائح المدمجة فاحص الشرائح المدمجة ICT يستطيع التأكد إن كانت كل رقاقة تملك نقطة لحام تحتها كالشريحة مثلا موصلة بطريقة جيدة تقوم الآلة باختبار توصيل الرقاقة ولحامها ولكن ليس إن كانت الشريحة نفسها تعمل هذا الطابق من المصنع مخصص لعمليات الفحص الإضافية خصوصا مكونات السيرفرات بعض اللوحات يتم اختبارها من خلال أشعة TX لضمان جودة اللحام هذا النوع من الفحص عالي الجودة ويمكن من فحص لوحات الفئات العلية والسيرفرات بشكل أعمق مرحلة DIP هي ثاني أهم عملية عند تصنيع اللوحة الأم أولا تتم عملية الإدخال اليدوي جميع المكونات الصغيرة والشرائح تمت إضافتهم مسبقا حان الوقت لوضع المكونات الأخرى التي لديها إبر ترتبط باللوحة خلال هذه المرحلة جميع المكونات يتم إدخالها يدويا يمكن رؤية سلسلة طويلة من الموظفين يضيفون منافذ الإدخال والإخراج مقابس الطاقة شقوق PCI Express والذاكرة بجانب المكثفات الصلبة والتشوكس حول مقبس المعامل قبل لحام المكونات نهائيا على اللوحة يجب أن تكون جميع المكونات مدخلة في المكان الصحيح وبوضع جيد هذا هو هدف الفحص قبل عملية اللحام آلية عملية اللحام الموجية بسيطة اللوحة الأم لديها مكونات على وجه واحد من اللوحة بروابط تمر خلالها آلة اللحام تقوم بلمس الجزء الخلفي من اللوحة فتلتحم الروابط وتلتصق المكونات باللوحة الأم بعد الانتهاء من عملية اللحام عادة ما تبقى بعض البقايا التي يتم تنظيفها بفرشات كبيرة مما يجعل الجزء الخلفية من اللوحة لامعاً رحص آخر يتم من خلال لمس اللوحة بمكوى لحام يدوي إن استلزم الأمر موسيقى موسيقى توضع مشتتات الحرارة على اللوحة قبل عملية فحص أخرى من خلال فاحص الرقاقات المدمجة يقوم العاملون باختبار كل شيء من الوصلات إلى اختبارات التحمل موسيقى الفانكشن بوكس يسمح بتشغيل وإيقاف المكونات بسهولة بجانب الأجهزة الطرفية لإغراض الاختبار موسيقى كجزء من اختبارات جيجا بايت الصارمة للجودة كل اللوحات تخضع للاختبارات ويتم التأكد من الوظائف الأساسية لللوحة موسيقى حالما تجتاز اللوحة كل الاختبارات وفحصات الجودة ترسل إلى المرحلة التالية التابعة موسيقى هذه هي المرحلة الأخيرة لللوحة في المصنع حيث ستوضع في الصندوق الذي نراه على رفوف المتاجر الصندوق في المصنع ما هو إلا لوح ورق مقوى يأخذ شكله بسرعة في آلة مخصصة لذلك يقوم العاملون بإلصاق الباركودز والأرقام المرجعية على الصناديق ويضعون اللوحة ثم يتم فحص الأرقام المتسلسلة اللوحة صارت شبه جاهزة الاكسسوارات الإضافية مثل كتاب التعليمات أقراص التعريفات والكوابل تضاف ثم يغلق الصندوق كل صندوق يوضع في صندوق أكبر للشحن ثم توزن تلك الصناديق وتربط لترسل إلى المتاجر وهكذا ينتهي هذا الفيديو وبهذا تعرفتم على طريقة تصنيع اللوحات الأم في مصنع جيجا بايت في نان بينغ بتايوان أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو من Overclocking TV ترجمة عرب هاردوير ترجمة نانسي قنقر